السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا والسلام من الجميع. معكم السلام طاجم. معلمة انجلزية. مرحبا بكم في الدرس الخامس. المستوى التاني من كورس writing skills. تطوير مغارات الكتابة. درسنا اليارضة الجامع شامل لكل اللي درسناه سابقنا يا جماعة. هنكتب موضوع تعبير. وهنكرأ. وهنكمل. ونستخدم الكلمة الصحيحة. ومش بس كده. ده هو جائمنا خلينا نختار. هي مفرد ولا جامع. على حسب بقى. وبالحالة دي. لازم نرجع لقواعد الجامع اللي درسناه. وكمان هنكتب فقرة. تعبير. عن الصورة الحلوة اللي قدامنا باستخدام حروف جر. واستخدام كلمات من اللي موجودة في الصورة. يطار تستخدمه مفرد ولا جامع. وفي جملة كاملة وشكل بارا جراف. احلى من كده. مفيش من احلى التدريبات دي. محتاج منكم في وصف الفيديو رابط تقدر تحمل منه ملف. لوحب بيت تحمل وتشتغل. وتكتب بيدك لان دي اهم حاجة في مهارة كتابة. انك تشتغل بنفسك. وتنمي المهارة مرة واتنين وثلاثة بالكتابة. وبعد ما تخلص نكون شاكرين. لو نزلت تاني الوصف في الفيديو. المستوى التاني واجباته. اضغط عليه قناة تليجرام. الصورة من الواجبات اللي او اللي انت حليته معنا في العصة. وتشاركها معنا على تليجرام. والحاجة الحلوة بالاخيرة. لا حاجتين بقى. دعوة حلوة بينك كده ليا. وحاجة تاني انك تعمل زملائك وتعرفهم بالكورس ده. وتشاركنا المعرفة الجميلة ديت في ميزان حسناتنا وحسناتك ان شاء الله. هذا بالله التوفيق والناد ده يا ساعدة درس جديد. بسم الله. اهلا ومرحبا بالجميع. كالعادة لازم نقرأ يا شباب رأس السؤال. ايه رأس السؤال اللي عندنا? read and complete. read اقرأ and complete واكمل. طب ايه الكلمات اللي عندنا اللي محتاجين نقرأها عشان نكمل. حاضر. عندنا كلمات زي كلمة clock اللي هي الساعة. child اللي هو الطفل. picture اللي هي الصورة. toy اللي هي اللعبة. teacher اللي هو المعلم او المعلمة. خلي بالكم كلمة teacher للتنين معلم ومعلمة عادي ما فيش مشكلة. طيب. نقرأ علشان نختار الكلمة الصح في الفراغ المناسب. fifteen. خمستاشر. are listening بيسمعوا to there. الى. فاكرين صفات الملكية اللي بيأتي بعدها اسمها. اكيد خمستاشر طفل بيسمعوا معلمتهم. طيب. بنلاحز ان الكلمات ما فيهاش كلمة اطفال. ولكن انا عندي كلمة child. طيب. جمع الكلمة child. هل child? لا يا استاذ. ده اخر قاعدة درسناها. اللي هو irregular nouns. الاسمان غير منتظمة. بمعنى ان كلمة child جمعها children. فاكرين لما كنا بنحفظهم كتابه قاعدين اكتبهم مرة واثنين وثلاثة. جد في ايدتها دلوقتي. fifteen children. خمستاشر طفل. are listening. بيستمعوا to their. ها. teachers. معلم لهم. ولا هي معلمة واحدة. معلمة واحدة. فنقول to their teacher. زي ما هي. جميلي. احنا كده استخدمنا child. واستخدمنا teacher. I can see. انا استطيع ان ارى. مني. العديد. on the floor. ايه الفلور اللي هي الارضية? الارض اللي هما قاعدين عليها هي دي الفلور. to play with. اللي موجود على الارض هيلعبوا بي. هل هي clock? ساعة? picture? صورة? toy? لعبة. بس هما العاب كتير. ما هيش لعبة واحدة. يبقى بالتالي لازم نجمع كلمة toy. ولكن احنا وقفنا ليه? لان حرف الواي. يا ترى. قبله ايه? ساكر ولا متحرك? قبله متحرك يا استاذ. واذا كان قبله متحرك. يطبقى الواي كما هي ونضيف الاس. شطار. طلعتم مذاكرين كويس. I can see many toys. استطيع ان ارى العديد من الالعاب. on the floor على الارض. to play with. لنلعب بها او ليلعب بها. there are. وده ندرسها قريب ان شاء الله بمعنى يوجد. there are. ده يمكن حصة جاية. beautiful and one on the walls. ايه اللي موجود على الجدران? walls اللي هي الجدران? الحائط. ايه اللي موجود على الحائط? ومكتوب one واحد. يا ترى picture? ولا clock? هي ساعة واحدة. ولكن الصور كتير. يبقى there are حتى يا جمع there are beautiful. بس انا مكتوب عندي picture واحدة. اخليها جمع. طب هنا الاسم ومنتهى بحرف الاي. دي ملاش حاجة. هنضيف فقط pictures pictures there are beautiful pictures and one. ايه اللي موجود? one clock. مش on the walls. ايه رأيكم نقرأه مرة اخرى. اقرأه معايا لو سمحت. Fifteen children are listening to their teacher. اقرأ متستعيش لازم تدرر. Fifteen children are listening to their teacher. I can see many toys on the floor to play with. there are beautiful pictures and one clock on the walls. ممتاز. تعالوا كده نكمل قرأتنا. ونشوف ايه التدريب التاني اللي عندنا. write a short paragraph. يا سلام. احلى تدريب بالنسبة لي في الكورس ده. اكتب فاكرة كصيرة. using باستخدام in on under. طب ايه حروف الجر دي كان معناها ايه? نفتكر كده. معناها في. معناها على. معناها اسفل. خلاص عرفنا حروف الجر. طب ايه الكلمات اللي عندنا? عندنا كلمات شجرة. اوكي. عندنا كلمة كايت اللي هي طائرة ورقية. او شراعية. عندنا كلمة يسبح. عندنا كلمة جر بنت. عندنا كلمة يلعب. واخيرا عندنا كلمة او اسفل. تمام. ادي الصورة الحلوة. وتعالوا ندردش كده. هنبدأ مع شجرة. ايه الكسة الشجرة. احنا شايفين كم شجرة هنا. شجرة واحدة. طب هي موجودة فين? في الحضيقة. نقولها ازاي. اي. طب له انا ليه ما كتبتش من اول السطر من هنا. لان احنا اتفقنا. لما بنجي نكتب فقرة. لازم اسيب مسافة في اول سطر. فقط. اي. كان. سي. انا استطيع ان ارى. ابيج. تري. شجرة كبيرة. فين? in the park. في الحضيقة. انا عايزك تنتبه كده اللي اللي انا عملته. ايه اللي انا عملته. واحد. سبت مسافة في الاول. اتنين. كابتال لتر بدأت بي. سبت مسافة ما بين كل كلمة والتانية. مسافة حرفة صغيرة. لما جي عندي اسم مفرد. كتبت الصفة قبله. ولانه اسم مفرد استخدمت ال a. ما استخدمتش ال an لان اول حرف هنا ساكن ولاسة متحرك. وبعدين استخدمت حرف جر وبعده اسم المكان. I can see a big tree in the park. نهيت الجملة بي يا شباب. full stop. يبقى دي جملة سليمة. لما جي عندي مساحة هنا تكفي اكتب. لقيت ان اللي انا هكتبه ومش هيكفي كلمة. ابدأ من السطر بعده. لما جي ابدأ ما ابدأش من اول نفس الجزء اللي انا هنا لأ. ابدأ من اول السطر عادي. من اول هنا عادي. فقط اول جزء هو اللي بنسيب في المسافة. طب نكمل. كايت الطائرة. فين كايت? ايه دي كايت. طيب. هي الولد بيعمل ايه? الولد بيطير الكايت. طب نقولها زي. ذا بوي. الولد. فين اللون الاحمر. ذا بوي. لازم نبدأ بالفاعل. ذا بوي. فلايز. يطير ذا كايت. فين؟ في السماء. ان ذا سكاي. ان ذا سكاي. في السماء. جميل. سويم. سويم يعني يسبح. مين اللي بيسبح? عندنا فين المية؟ ألاقي ان المية موجودة في البوند هنا في البركة الصغيرة دي. هم. عندنا كم بطة؟ بطتين. يبقى نقول ايه؟ تو داكس. بيعمل وايه؟ سويم. ان. ذا فقط. لوقي المسافة مش كافاي. في الماء معرفتش اكتب عايز اكتب كلمة نفورة فاونتين لنفورة الماء تمشي برضو مفيش مشكلة البنت دي موجودة فين على الشجرة جميل نوالها ازاي تجلس صح sits تجلس on the tree ودي حاجة غريبة شوية on the tree the girl sits on the tree البنت تجلس على الشجرة طيب play يلعب play يلعب عايزين نقول عايزين نستخدم under اسفل لان ما استخدمناش لحد الوقت في ممكن نقول الولد ده بيلعب تحت الشجرة the boy plays يلعب اجا اكتب كلمة under حسيت انها مش هتكفي هنا اكتب نقول السطر اللي بعده عادي under the tree الولد بيلعب اسفل الشجرة وبالشكل ده نكون استخدمنا كل الكلمات اللي عندنا تعالوا كده نقرأ اللي احنا كتبنا ونشوف احنا كتبنا ايه بالظبط وهل كل الشرق مستوفية او لا I can see a big tree in the park the boy flies the kite in the sky two ducks swim in the water the girl sits on the tree the boy plays under the tree او اسي انا شايف انه كنا ممكن نقول هنا a boy بدل الذا عشان ما نبقاش معرف هنو هي الاعاد الذا مش هتكفي هنا مشكلة وهنا برضو a boy عادي برضو with a girl او a girl بدل ما نكون معرفة مفيش مشكلة اما نستخدمهم بالشكل نكرة او بالشكل المعرفة عادي الامور طيبة مفيش مشكلة بالشكل ده نكون الحمد لله استفدنا من كل اللي درسناه سابقا ووظفناه كمان كتب ده موضوع تعبير لطيف وخفيف وحلو التزمنا بالمسافات مسافة الاولانية كمقدمة للتعبير لازم مسافة خمس حروف تقريبا ما بين كل الكلمة والتانية فيه مسافة كتبين على السطر نهاية كل جملة موجودة عندي فول ستوب كتبين خمس جمل التزمنا بالجمل بدأ بفاعل وفاعل ومفعول ولو استخدمنا حرف جر بنجيب بعد وكمان اسم الحمد لله هذا والله التوفيق والقاكم الاخير مع شرح جديد في درس جديد ان شاء الله حصة قادمة لا تنسونا من صلى الله دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله